الازمة الاسبانية المغربية التي اندلعت بسبب ابن بطوش ورئيس الجزائر الفعري ديشنقريحة اللي من دولة منهاك. واللي لعبت في المخابرات المغربية دور اكتر من رائع وحاسم في فضح هذا المزالة بين كيان جزائري عسكري ودولة اوروبية. اليوم كيل الجديد في علاقة اسبانيا مع المغرب. مالك اسبانيا فليبي السادس سقب اليوم في قاعة العرش الاسباني سوفراء الدول. هذا شيء داخل في البروتوكول البلاكي كما هو الشأن في كل الملاكيات المعروفة وفي حتى بعض الجمهوريات العسكرية اللي والتي تقلد الملاكيات. اكبر غياب في الحفل الملاكي هو غياب السافيرة المغربية السيدة المحترمة كريمة بن يعيش. هي مني بدأت لازمة صراحة بين المغرب واسبانيا ما رجعتش لاسبانيا. شفتوا يا شيء بالنظام الجزائري الدول اللي عندها السيادة. المملكة المغربية تدافع عن الحق دياله. وتيكي خليها قوية وحازمة في المواقف دياله حتى امام اقوى الدول في اوروبا او في العالم. عكسكم انتم فالكنيان الجزائري فرنسا بهدلت بكم ومسحاتكم من التاريخ وما كرون شطب بكم الارض ومع ذلك رجعت السافي الجزائري الى باريس. هذا ان دل على شيء فهو يذل على نبيط حكم الكامل لفرنسا. وهذا يذل على ان فرنسا هي من تحكم الجزائر بالوكالة وانكم لا تتوفرون حتى على حكم ذاتي. ونرجع مرة اخرى نذكر بعض الاخوان والاخوات من المغاربة اللي السيز وبيناء. نهار كنا نقول ان المغرب واقف بالند امام اقوى الدول في اوروبا. هاو مليون بعد اشهر طويلة الحمد لله فهموا لماذا كنا كنت تكلموا. من قبل في الحلقة ديالي السابقة في القناة توقعت ان اسبانيا غدير خطوة الامام مع المغرب. خاصة من بعد ما شافت كيفاش كل من فرنسا والمانيا تهرويل لكسبة ايقات المملكة المغربية. وهي ابقى تفضل معادلة كاملة ضايع وممسا في دوانه. حتى صفقة الغاز اللي كانت تغديرها مع الجزائر لكيان العسكري الجزائري خوابية. واقطع اليوم الانبوب الثاني للغاز. وتسبب اليوم في ازمة خانقة في الغاز في اسبانيا وفي ارتفاع موهويل في اسعار الكهرباء. كي نضع النقاط على الحروف. اسبانيا غير كتكذب على رازا. لانها حرفيا معترفة بمغربية الصحراء منذ اتفاقية مدريد في 1975. يعني اول دولة اوروبية معترفة بمغربية الصحراء هي اسبانيا. ونزلت العالم دياله الاسباني باش يطلع العالم المغربي. وكنت في سنة 2020 طرقت الموضو ديالاتفاقية مدريد وشنو استفدت اسبانيا من الاتفاقية. يعني اخلاقيا في العلاقات الدولية لا يمكن لاسبانيا انها تنكر هاد الحقائق الموجودة. هي مني شافت ان بخروبة مرداش وان الجزائر كبرت من النزاع المفتعل. تخبت وراء المصطلحات الخشبية ديال المصار الامامي وحل عادل لكل اطراف. وتمارس على اسبانيا داخليا ضغط كبير من الاحزاب اليسارية اللي حملوا الحكومات الاسبانية سبب تشرد مرتزقة البوليزاريو. مع العلم ان سبب تشرد مرتزقة البوليزاريو هو النظام الليبي اولا دي القدافي والكيال الجزائري الحالي اللي تبنى القضية قلبا وقالبا من بعد ليبيا. الى كانواة الاحزاب الاسبانية كتحتارى من نفسها. علش ما يتسألوش علش الناس اللي كينفتندوا في المحتلة علش لحد الان مازال ما حصلوش على البطائق ديال اللجوء من المنظمة الدولية ديال اللجوء. لانهم بكل بطاطا هم مجرد فيلق عسكري لدى الجزائر. اتفاقية مدريد اعتراف واضح من اسبانيا بمغربية الصحراء. المالك نصر اولاد كرر في الخطاب الملكي ديالو اسبانيا وارسل لها رسالة ايجابية جدا بنعتها بالصديقة ديال المغرب. لكن على ما يبدو ان المغرب ما كانش راضي من بعض الخطاب الملكي على اسبانيا. لعدم تفاهم الحكومة الاسبانية للمطالب المغربية. وعلى ما يبدو ان حكومة بيدرو سانشيز لي من اضعف الحكومة الاسبانية تاريخيا. ما تجاوبوش مع الرسائل والمطارب للوزارة الخارجية المغربية. مرة اخرى يكذب عليكم الكذاب ليقول لكم هذه هي لائحة المطالب المغربية بالتحديد. لكن في القراءة ديالنا الاحداث الاخيرة وتصريحة من الطرفين فهمنا على ان الحكومة الاسبانية تراوغ. على اي مستوى تراوغ الله اعلم. فقط وزارة الخارجية المغربية هي اللي عندها كل توضيحات. واللي فهمنا ايضا ان المغرب غير مرتاح للتحركات الاسبانية. ولعدم تجاوب الحكومة الاسبانية للمطالب المغربية. خاصة وزير خارجيتها لمرارا وتكرارا دا تصريحة جد ايجابية بخصوص المغرب. لكن كيف ما تعرفه مع المغرب خاصة افعال ماشي اقوال. ملك اسبانيا فليبي السادس در واحد الخطاب اليوم وتكلم فيه على المغرب. وسافير الجرارا كان حاضر الحفل واسمع لو ادنيه كيفاش اسبانيا بغى تصلح الجرة مع جارها المغرب. عكس فرنسا اللي بعد اهانتها المتكررة للجزائر. رجعتني السافير الجزائري كيجري. مع الجرارا رامى الاهانة اما كي غير سير سير السافير. هذه غادي نضيفوها بادن الله للائحة العبارات الجميلة والنادرة اللي كنستعملوها في قناتنا كامل. ملك اسبانيا قلت في تصريح ديالو مع المغرب اتفقت حكومة البلدين على اعادة تحديد العلاقة بشكل مشارك للقرن الحادي والعشرين. على اساس ركائز اقوى واكثر صلابة. الان يجب على البلدين ان يسيروا معا للبدء في تجسيد هذه العلاقة الجديدة. يتعلق الامر بايجاد حلول لهذه العلاقة الجديدة وحل مشاكل التي تهم شعوب البلدين. هذه الكلمة الملكية الاسبانية عندها دلالات كبيرة. يعني هي بمثابة اعلان فشل الحكومة الاسبانية في ارضاء المطالب المغربية. واتشي جاء رغم تغيير وزير خارجية اسبانيا فان اسبانيا لم تقبل بشرط المغرب على ما يبدو لاعادة العلاقات اقوى من قبل. يعني الوصل واحد النقطة انه محتاجين فيها الملك الاسباني انه يتدخل لتلطيف الاجواء. ولكن تنظن انه ملا معولين غير على تصريح ديال الملك ديال اسبانيا للمغرب يقلب الصفحة فهو غلطين بزاف. وخير مثال الازمة الالمانية المغربية. المانيا عيات ما تخرج في تصريحات ديال الجميلة وعرضت على المغرب لمؤتمر برلين ولكن بدون جدوة. معاقدهم الحكومة الالمانية البراغماتية الجديدة تاخد قرارات تطمئل المغرب والمغرب قلب الصفحة بسرعة. ورجع العلاقات اللي كنتمنى تكون اقوى من العلاقات السابقة. احنا ما بغناش نفخوا ريشنا. ولا نعادي كل الدول القوية غير باش نعاديهم. باش نبينهم مثلا اننا اقوياء في المنطقة. احنا تندافع لحقنا الشرعي وهو مغربية الصحراء المغربية. وموضوع المودو المحتلة والجزر من طرف اسبانيا. كنظن حسب الرأي ديالي الشخصي. المملكة المغربية مدخلاش في هذه الازمة. هادوك عندهم مصار مختلف. والمغرب غادي فيه بعيدا عن النزاع الصحراء المفتعل. لان هذه السياسة الملكية المغربية لما كتخلطش الاوراق. مثلا مع الجزائر رغم انها كتحفر لنا ورغم ان المسؤول الاولى على النزاع. فالمغرب دائما كنت يحافظ على ادنى العلاقات بينه وبين الجزائر. ومن هذه المنبر اكرر مرة اخرى. لا للتطبيع مع الكيان الجزائري. بصيفة عامة كيف مجناء كل ما صار تعطيه الجهد دياله والوقت دياله. فهذه الازمة كنظن انها من حاصرة تستقبل ابن بطوش وفي مراوغة اسبانيا في الملف ديال الصحراء المغربية الغربية الجنوبي. تخوف ديال اسبانيا حسب القراءات ديال المحللين ديالهم ومكاتب تقارير الاستراتيجية الاسبانية تخوف الكبير ديالهم هو ان المغرب بغلق نهائيا مشكل نزاع الصحراء ويتفرغ للمدينتين المحتلتين والجزر. لكن كنظن ان اسبانيا راكت دير خاطئ ديال العمر دياله. الموضوع الاهم هو هل اسبانيا ستركب قطار تقدم الاقتصادي والعسكري والسياسي المغربي ولا ستخلل لفعلي. انطلاقة المغرب القوية تعلنات. والدول الذكية مثل المانيا حطت على الورق الامور اللي ستربح الى كانت في صف المغرب والامور اللي ستخسر الى كانت على دول المغرب. منسوش تحالف المغرب الجديد مع امريكا بريطانيا اسرائيل اللي سيكون من اقوى والتحالفات الدولية. تقارب المغربي الروسي. تقارب المغربي الصيني. المساعدة الامنية ديال المغرب. جبل تروبيك. غزو افريقية من البوابة المغربية. وغيرها من الامور اللي ستخلي اي دولة عاقلة ديال في صف المغرب. من غير انها ستكون توقف مع الحق فهي ستكون دخلت في معادلة رابح رابح مع المملكة المغربية القوية. من طور بحث الحكومة الاسبانية بادخالها لابن بطوش بوثائق مزيفة. فضائح اعلامية بالجملة. محاكمة ولو تكون انها محاكمة سورية ديال ارانشا جونزاليس وزيرة خارجية اسبانيا السابقة. مشاكل في الامدادات ديال الغاز مع الكيان الجزائري. نسبة كبيرة من الاسبان ولو تشكوا من تعامل اسبانيا مع الكيان العسكري الجزائري. ولو تذكروا الحقبة العسكرية السوداء ديال فرانكو. فهناك بزاف ديال امور تخلي اسبانيا لفكرة سبعة قلاف الامر سيتجاوز المسألة التي تثبتهم لليلية والجزء. لان استرجاعهم هو مسألة وقت فقط. واغلبية اسبان عارفنا ديال النقطة هذه. ولولا تدخل الجزائر في تكبير وتضخيم موضوع البوليزاريو لكن نسترجع نوم في الثمانينيات من بعد السحراء الجنوبية الغربية المغربية. مع الاسف داخل اسبانيا مازال هناك تيار ديال فرانكو اللي مازال يبجل استعمار مدن افريقية وكده فعلا. احنا كمغاربة كنتمنوا ان العلاقات المغربية مع اسبانيا ومع فرنسا ومع المانيا ومع كل الدول الاوروبية او اي دولة مؤثرة في العالم تكون دائما علاقة تعاون وتكون علاقات ايجابية بيننا. لان اي دولة تنضعها في صفنا تعني عزلة اكبر للجزائر العسكرية اكثر من العزلة اللي كنتعيشها حاليا. فمثلا انا كنفضل امريكا تكون في صفي على انها تكون ضدي. كذلك كنفضل ان المانيا تكون في صفي على انها تكون ضدي. وكذلك مع اسبانيا ومع اي دولة مؤثرة. كنتمنى ان تصريح الملاكي الاسباني يكون عنده الاثارة للحكومة الاسبانية باش يديروا خطوات من الموسى خاصة انه يتقبلوا كل مطالب المغربية اللي هي مطالب كتبقى مطالب مشروعة كيف مدرت المانيا. المشكلة كين هو ان الاحزاب الحاكمة هي احزاب ياسارية اسبانية. يعني باقي عندهم بعض الافكار وبعد توجهات اليساريين السابقين دي العهد الحرب الباردة. نضيف عليه الاحزاب اليمينية العنصرية اللي كان في المعارضة. والمشكلة اللي عاوز كيف ما يقوله المصريين هو ان للاحزاب اليساريين عندهم الاغلبية المطلقة للاحزاب اليمينية عند الاغلبية المطلقة. حتى واحد فيهم عنده الاغلبية. اللي تخلي اتخاذ اي قرار من الحكومة يكون صعب جدا. ويخصم وافقة احزاب اليمين المتطرف كحزب فوكس. هل تعني ان المملكة المغربية الى اسبانيا ما فهمت وما تجاوبت مع المطالب الحقيقية دي المغرب. فكنضل انها ستبقي على الازمة حتى تغيير الحكومة الحالية الاسبانية. يعني غيديروا تقريبا نفس سيناريو الازمة المغربية الالمانية. من الفوق المعين المغرب فهم على انهم يتكلموا مع حائط المانيا ما يفهمش. لا يريدوا تفهم وضع المغرب وان المغرب يدافع على الحق ديره التاريخي وعلى الوحدة الترابية. المغرب في المانيا تتعامل معها هزت فران امان ودرستوب وحبس كل شيء مع المانيا حتى تغيير الحكومة. فسأسفوا الاسبانيا ما استفدت من هذا الخطأ الالماني. لان المغرب لا سيغير المطالب دياله ولا سيتنازلها لها. والرائع في الامر هو ان المغرب اليوم بيين للعالم لانه ممكن يعيش نمو اقتصادي عادي وتطور سياسي وعسكري دون الحاجة لأي جار لا من شمال لا من دولة هك. وقبل ما نختم حلقات اليوم. خليكم من بعض اصحاب القناوات اللي استعملوا عنوان ديال الحرب العالمية التانية. اسبانيا تحاصل المغرب. اسبانيا تحارب المغرب. اسبانيا ترسل سفن وطائرات. وهالعار واذا ينشي دولة كدرت شيء كامل وزيل خارجية النار ومطانه هو يسبح بالمغرب. والملك الاسباني جيل يوم يقول هذا الكلام. المغرب رع فران وقاذ بجيرانه. اما الجراروه رغم الاهانات اما كان غير سير سيرة السافير. كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم.